اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الخليج والبداية مع العناوين هل تسهم كثافة انهماك شباب الخليج بوسائل التواصل الاجتماعي في خلق الزواجية في حياتهم عبر تواجدهم في عالمين مختلفين ما مدى تأثير الحضور الدائم والمستمر للشباب في وسائل التواصل في اعادة صياغة المجتمعات الخليجية وتبدل ثقافاتها تشهد دول مجلس التعاون الخليجي اقبالا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي يصل وفق احصائيات الى ما يفوق التسعين بالمئة وذلك من كل الفئات وفي طليعتها الشباب واسهم انتشار الهواتف الدكية في اتاحة الولوج الى وسائل التواصل بسهولة والبقاء فيها لفترات طويلة مما نتج عن تغيير في معرفة وسلوكيات كثير منهم وبالتالي بدأت تظهر بوادر تحولات مجتمعية مخولة لان تقود الى موجة انفتاح في مجتمعات دات بيئة تقليدية ومحافظة في غالبيتها تقرير ثم نبدأ النقاش اصبح لوسائل التواصل تأثيرا كبيرا في حياتي مواطني وسكان دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لكثافة مستخدميها الذين تفوق نسبتهم التسعين بالمئة وكان لهذا الاقبال انعكاسا على المجتمع الخليجي المحافظ بطبيعته فوسائل التواصل جعلت الخليجيين ولا سيما الشباب يقفزون عن حصرية الحصول على المعلومة عبر وسائل الاعلام التقليدية التي هي غالبا اعلام موجه اما بشكل مباشر او غير مباشر كما سمحت هذه الوسائل للشباب بالاحتكاك عبر وسائل التواصل مع جنسيات وشعوب تختلف في انماط الحياة والتفكير وفي العادات ما ساهم في ادخال الكثير من السلوكيات التي جعلت الشباب الخليجي اكثر انفتاحا وحداثا وتعبيرا وفيما ترتفع سقوف التعبير في القضايا الحياتية والاجتماعية في الخليج الا ان الهوامش التي تقترب من حدود السياسة وتحديدا الداخلية منها تتراجع بشكل كبير ولكنها ما تلبث ان تتقدم عندما يتعلق الامر بالحديث عن سياسات تتطابق مع ما ترسمه البلد بيد ان ثم تاما خرج من مواطني دول الخليج عن طوعي حكوماتهم فامسوا معارضينا واطلقوا العنانة لانتقاداتهم يعتبر الفيسبوك وانستجرام وتويتر اكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخداما فعلى سبيل المثال وبحسب اخر الاحصائيات فان نسبة مستخدمي فيسبوك في الامارات تصل الى 82% فيما تصل نسبة مستخدمي انستجرام الى 61% اما مستخدمي تويتر فنسبتهم تصل الى 48% ولكن الراجح ان ما يرفع نسبة مستخدمي فيسبوك هو شعبيته بين الوافدين الى الامارات والخليج عموما حيث يعرف اقبال مواطني هذه الدول الكثيف على انستجرام وتويتر للنقاش في هذا الموضوع ارحب بالاعلام البحريني غسان الشهابي معنا عبر ستلاعيت من المنامة ومن مسقط ارحب بمحمد بن تميم الهنائي مهندس عماني وناشط على قنوات التواصل الاجتماعي ارحب بضيفي في الاستيديو دكتور علي الشعيبي استاد الاعلام في جامعة الامارات اهلا وسهلا فيكم جميع استاد غسان الشهابي راح ابدأ فيك وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عملت على تغيير الحياة المعاصرة بصورة كبيرة كيف يمكن قياس تأثيرها على الشباب الخليجي وحقا المشكلة في الابحاث التي اجريت وهي كثير ما اجريت ابحاث في منطقة الخليج على موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وكيف اندمج فيها الشباب بشكل كبير جدا وليس الشباب فقط وانما حتى المتقدمون في السن مثل انا مثلا لنقول الذي جاوز مرحلة الشباب هناك كثير من الطبقات الآن التي اندمجت في وسائل التواصل الاجتماعي واكتفت بها واصبحت في مجالات معينة مدمنة فيها حتى نلاحظ ان الرئيس الامريكي وهو في السبعين من عمره لا يزال يغرد وربما يعني يفعل بعض المشاكل في تغريداته ولكن الوسائل التواصل الاجتماعي حقيقة وعوامل اخرى غيرت كثيرا في تعاطي الناس المجتمعات في منطقة الخليج مع واقعهم ومع اعلامهم بشكل او باخر المشكلة الحقيقية او لنقول النقص الحقيقي ان هناك ابحاث كثيرة اجريت على المجتمعات الخليجية في كيفية تواصلها مع الوسائل التواصل الاجتماعي ولكن غالبيتها او غالبيت ما رأيته انا ربما الخطأ مني او القصور مني اكثرها كمية وليست نوعية ليست حقيقية ليست اقصد لا اقول حقيقية ولكن ليست عميقة بما يكفي لكي تفسر ماذا وراء هذا الاندماج او الى اي مدى اندغم المجتمع الخليجي في وسائل التواصل الاجتماعي وكيف تأثر واثر فيها ايضا نعم دكتور علي شعير بما اسباب ازدحام مواقع التواصل الاجتماعي او الواقع الافتراضي في وسائل التواصل الاجتماعي بالشباب الخليجي بصورة كثيفة بعد الترحيب بكي وبضيفنا الكرام وطبعا المشاهدين لعزاء نقول لماذا هذه لنقول الهجمة على وسائل التواصل الاجتماعي في حقيقة الامر يجب ان ننظر الموضوع هذا بشكل لنقول فيه الكثير من تدقيق وجد المواطن الخليجي والانسان العربي وحتى على المستوى العالمي فرصة كبيرة جدا لتعبير عن رأيه دون قيود نحن في الاعلام نقول ان اي رسالة بحاجة الى خمسة عناصر نحن محتاجين لرسالة ومحتاجين لمرسل ومحتاجين لوسيلة ومستقبل ومن ثم رجع الصداء الآن توفرت الوسيلة وهي وسيلة عبارة عن وسيلة انا لا يمكن امتلكها سابقا كان لازم اروح للتلفزيون والسكيلة يعني سكيلة تستضيف لي او الحرة تقولي تعال حدد كلام الآن اصبحت انا قادر على اني ابعث بصوتي بسهولة ويسر كل من يمتلك هاتف ذكي هاتف تقال اصبح يمتلك محطة تلفزيونية بالكامل يستطيع ان يعبر عن رأيه هذا جانب الجانب الآخر قضية مصادرة الحريات في التعبير عن الذات من خلال وسائل الإعلام الحكومية وحتى لنقول حتى التجارية جعلت هذه الوسيلة عبارة عن مساحة متسعة للتعبير عنها رأيه من ثم إيصار رأينا آخرين لهذا يستطيع كل مننا يمسك تلفونه ويتحدث الجميع تتحدث عن ثقافة المواطن الصحفي نعم المواطن الصحفي يعني كل واحد مننا الآن أصبح صحفي يعني الآن لنفترض في حادث الشارع وانتي وصلت إلى الحادث هذا أنت يمكن تتحول لمحطة تلفزيونية بس جماعة الحرة أو جماعة العربية أو دبي بحاجة إلى إرسال طاقم وهذا الطاقم قد يصل ولا يصل سهولة التوثيق عبر الوسائل نعم تعرف أننا في الإعلام خاصة في الإعلام التلفزيوني مسألة الآنية إلى جانب مصداقية الآنية الاميدياسي أصبحت محققة تماما في الهاتف النقال ولهذا كل من يمتلك هاتف النقال مع خط إنترنت أصبح الآن عبارة عن صحبي وأصبح عن وسيلة إعلامية هذا جانب جانب الآخر حقيقة هي القدرة على التواصل مع عدد لا متناهي من البشر ومن ثم الاستماع على أراء ومن ثم التعبير عن ذلك يضاف إلى ذلك أيضا نقطة مهمة جدا أنه عندما تحدث لا يراني إلى آخرين يعني أنا لا أرى إلى آخرين فحكمهم عليهم ليس مشكلة أنا لا أبحث عن الفيدي باكران لكنني أوصل رسالة وأستطيع أن أنتشر بسهولة ويسر ولكن يبقى الأساس ما هي مجموعة المضامين أو لنقل حتى الظوابط التي تحدد قيمة هذه الرسالة من عدم قيمتها في الوصول المتلقي ما هي الظوابط الأخلاقية الظوابط القيمية الظوابط المجتمعية وحتى الظوابط القانونية التي تحدد قيمة هذه الرسالة وقدرتها على الوصول والتأثير على الآخرين تتكلمت عن الرسالة الأخلاقية هل سأصبح الآن في صعوبة في عملية ضبط الرسالة الأخلاقية بسبب وسائل التواصل الاجتماعي؟ أنا في تصوري في هذه المرحلة وإلى عشر سنوات هناك صعوبة جمّة في قضية ضبط الرسالة. لأن كل من هب ودب كل من امتلك هاتف كما أقول في السياق يستطيع أن يعبر عرائل ونصر الآخرين. سواء كان أخلاقي أو غير أخلاقي. الناس في بعض الحال تتلفظ حتى بكلمات نابية وهي لا ترعي حتى لنقول المتلقي. سواء كان طفل سواء كانت امرأة. سواء كانت رجل كبير. رجل دين وما لذلك. لهذا نحن نحتاج إلى غربلة في الثقافة في ثقافة الإيصال. في ثقافة صياغة الرسالة. الآن التحدي الأساسي ليس في الوسيلة. لأن الوسيلة صحة متاحة. ولكن التحدي الأساسي الآن في المضمون. صياغة المضمون. حتى التلفزيونات والصحف والمجلات والإذاعة. بحاجة إلى عادة صياغة المضمون. ما الذي يجعل المتلقي يتابع أحد المشهورين. ولا يتابع إذاعة محلية. ولا يتابع مثلا التلفزيون. أو لا يقرأ صحيفة. نتيجة للقدرة على الصياغة المضمون. لأن كل رسالة إعلامية. مهما كانت. دائما أقول وأركز. حتى الأغنية. حتى البرنامج الرياضي. هو عبارة عن رسالة موجهة لإحداث تأثير معين على المتلقي. نعم دكتور. أستاذ غسان الشهابي. قبل ما أن تقل أستاذ محمد الهنائي. دكتور علي ذكر نقطة مهمة. إعادة نحتاج إلى غربلة الرسالة وإعادة صياغة المضمون. في الإعلام التقليدي نستطيع صياغة المضمون وفق أسس أخلاقية أو غيرها. في وسائل التواصل الاجتماعي. كيف نستطيع إعادة صياغة المضمون أو عملية الغربلة؟ كما قال الدكتور الشعيبي. أن نحتاج إلى وقت معين. بحيث نحن لازلنا في الانطلاق من الحبسة. الشعب العربي أو المجتمع العربي ظل كثيرا محبوسا في التعبير عن نفسه. في التعبير عن آرائه. في الإفساح المجالي الكثير من أفكاره لكي تتحرر ولكي تنطلق. الآن وإن كانت الإنترنت دخلت من حوالي 25 عاما إلى المنطقة. إلا أننا لازلنا نبحث عن يعني لازلنا كالصائم الذي يقبل على مائلة الإفطار. فلازلنا نتخبط هنا وهناك. ونحاول أن نأتي بأفضل ما يمكن أو نعبر بكل طاقتنا عن الفترة الطويلة التي تم يعني التحديد والتقييد للتعبير بالنسبة لنا. فهذا الموضوع يعني يحتاج إلى شيء من الوقت وشيء من الصبر لكي يعني كي يهدأ الناس وكي يهدأ المستخدمون ويبدأوا في التفاعل العقلاني. ولكن هذا أيضا يحتاج إلى طاقة في المقابل من الأشخاص ومن المؤسسات التي تحاول أن تعقلن الخطابات. تحاول أن تنشر النصوص الهارفة. تحاول أن تقيد وتحاول أن تجعل الأمور في مسارات أو على سكك. يعني في مسار يمضي إلى العقلنا أو إلى التحديد هذا الخطاب. وهذا أيضا محتاج إلى ربما القانون الذي يقابل هذا الموضوع. القانون الذي يعني يحاسب. ولا نقول كثيرا ما يستخدم القوة. ولكن يحاسب من يخرج عن سير الخط الذي ربما يؤدي إلى القذف أو إلى الإساءة أو إلى استخدام النابي من الكلمات أو إلى التشيب الآخرين. أعتقد في أغلب دول الخليج لديها قوانين حاسمة وحازمة في هذا الموضوع. ربما نعم. ولكن الآن لا إفراط ولا تفريط ولا نوع من الذهاب إلى التقصي والتصيد في هذا الموضوع. ولكن يكفي أن يعرف المستخدم أن هناك حدودا يجب أن لا يتخطها في التعبير. ولا أقول في الفكرة. ولكن في الكلمات التي يستخدمها في التعبير عن نفسه وعن أفكاره. بحيث أن تصل هذه الأفكار بشكل عقلاني وبشكل لا يخدش أو لا يؤثر على هذه الأفكار من قبل الأطراف الأخرى التي تتفاعل معها. نعم. أستاذ محمد الهنائي. إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا الزحام في مواقع التواصل في خلق الزواجية في حياة الشباب بتواجدهم في عالمين مختلفين. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على هذه الصدافة الجميلة. وعلى هذا البرنامج الأكثر من رائع. والذي يشغل الجميع ويشغل الرأي العام دائما. وشباب الوطن العربي والعالمي أيضا. طبعا نتوقع أن المسافة بين العالمين أصبحت قريبة جدا أو قصيرة جدا لدرجة أنه يعني ما ما تشعر أنه في عالمين مختلفين أبتاتا كون أن العالم الأفتراضي أصبح أحد الأدوات التي يستخدمها الشباب من أجل تدليل الصعاب إلى العالم الواقعي وتسهيلها في خلق الأمور التي تساهم في خلق الأعمال وتساهم في دعم الشباب وتوصيل أفكارهم. وكما نعلم أن بعض المبدعين الذين ظهروا على قنوات التواصل الاجتماعي ما كنا نراهم لو لا وجود هذه القنوات التي ساهمت في إظهارهم. بمعنى أن مواقع التواصل منبر من لا منبر له. بالضبط. منبر من لا منبر له وساهمت في إظهار المواهب وتعرفنا على شخصيات لم نعحد نراها بهذه الكم من الإبداع. واللي يميزنا في الوطن العربي أن نحن متقاربين في بعض العادات والتقاليد وأصبحت قنوات التواصل الاجتماعية نأخذها من قانب إيجابي. أصبحت هي منبر لتبادل الثقافات وأخذ بالثقافات الجميلة وتناقلها. وأيضا أصبحت منبر رسالة أو منبر للتعارف وتبادل الثقافات منبر رسالة لأصحاب اللي هم الرسالات الهادفة. خاصة في الجانب اللي يمكن الشباب ينخرطوا فيه لأعمال التطوعية والأعمال الخيرية وما إلى ذلك. وأصبحت أدوات مشجعة لهؤلاء الشباب. ولا أعتقد أنها توجد أي ازدواقية ما بينها خاصة في أنه عندما تستخدم هذه الأدوات والقنوات التواصل الاجتماعي بالاستخدام الإيجابي والاستخدام السليم. نعم. أستاذ غسان الشهابي كيف يمكن أن يؤثر التواجد الدائم والمستمر في الوسائل التواصل الاجتماعي في عدد صياغة المجتمعات الخليجية. بناء على تبديل الثقافات التي يمكن أن يحدث في هذه الوسائل. عندما نرجع إلى الوراء قليلا سنجد أن أكبر ما تعرض له المجتمع العربي بشكل عام والعالمي أيضا. هو ما يسمى بانفتاح السماوات في أواخر الثمانينات عندما بدأت ربما يذكر الزملاء المشاركون الدكتور الشعيبي وغيرهم والأستاذ الهنائي. يذكرون موضوع الأطباق اللاقطة وما دار عليها من جدل. تحريمها ربما لأنها أدخلت كم كبير جدا من القنوات وملايين الساعات من البث الذي الغير منضبط يعني حقيقة. وأصبح هناك من يحاول أن يغلق أو كذا. وهناك مثلا المملكة العربية السعودية وإيران والصين وإلى آخر حاولوا بكل قدرتهم وبكل إمكانياتهم أن يفلتروا هذه الإنترنت أو التلفزيونات أو ما أشبه. ولكن الموجة عالية جدا واكتسحت الكثير وأصبح الآن أنا والتلفزيون ما يقال عن أن الأمور يجب أن يراقبوا أو لا يراقبوا. هذا كلام أصبح اليوم باليا لأن لا أحد يستطيع أن يراقب موبايل عند طفل صغير أو عند شاب أو عند مراهق. ويمكن أن يذهب به إلى أينما يريد حتى لو وضعت أمامه أو فيه البرامج التي تحاول أن تكون آمنة. فمن يريد أن يذهب أو يصل إلى هذه المواقع يستطيع الوصول إليها. كما قال الدكتور الشعيبي الوسيلة توفرت وكما قال مارشال مكلهان الوسيلة هي الرسالة. أي أن الوسيلة اليوم عندما تصبح في يدي وأتنقل بها كيفما أريد وأشغلها كيفما أشاء. فإنها هي الرسالة التي أصبحت تأتي إلي بكل ما هو موجود في العالم وبكل أفكار المختلفة المطروحة في الشرق والغرب. فالشباب الخريجي حقيقة تأثر كثيرا بهذا الموضوع كما أراه على الأقل في السنوات التي مررنا بها منذ 1995 إلى اليوم. عندما دخلت الإنترنت ثم دخلت سوشال ميديا من 2004 إلى هذه اللحظة. نرى أن هناك تغيرات كبيرة في الطرح الشبابي. هناك اهتمامات مختلفة. أصبحت قضايا لم تكن معهودة في أيام قبل عشر سنوات أو خمس عشر سنة. أصبحت اليوم عادية جدا. وهي القضايا التي كانت خطوط حمراء ولا تمس في يوم الأيام. ولكن الضغط الكبير الذي ولده هذا الرواج الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي. جعل هناك تفاهما. والتفاهم يعني تليين الحدود التي كنا نعتقد أن هنا ويقف القلم. هنا وتقف التغيرات. ولكن أصبحت التغيرات أو أصبحت العملية كانفتاح البحيرة على محيط كامل من هذه الساعات. وهذه الوسائل المختلفة. اليوم عندنا خمس تقريبا أو ست منصات للتواصل الاجتماعي. فيها مليارات من البشر. المليارات هؤلاء ينتجون رسائل مختلفة. وهذه الرسائل بعضها مقنن. ويهدف إلى تغيير أنماط حياتية مختلفة نظرا للعولمة. نعم سيدي وضحت الفكرة فاصل قصير. ونعود إليكم. أدنا بعد الفصل الدكتور علي شعيبي. ما دور الإنعكاسات المفاهيمية عدرا لهذه الوسائل. وهي وسائل التواصل الاجتماعي للخروج من النطاق التقليدي القبلي المحافظ. حقيقة نحن أمام ثورة اتصالية كبيرة جدا. عندما ظهر البث الفضائي كما إشاره الأستاذ شهاب. كنا نخاف. وأنا عملت حتى جزء من نصار الدكتورة عن قضية تأثير البرامج الأجنبية على المتلقي الخليجي من خلال البث الفضائي. تحدث عن اختراق الثقافي. اختراق الثقافي. الآن نحن أمام لنقول محيط من المعلومات. محيط من المعارف. محيط من القيم والأخلاق والتقاليد على المستوى العالمي. الآن يمكن أن نتعرف عن دور الشباب في البرازيل. دور الشباب في الصين. دور الشباب في صلالة. كل هذه العمليات حقيقة أصبحت ضاغطة حتى على المتلقي. وضاغطة حتى على الذي يبعث برسالة. لهذا الكثير من المفاهيم مستقبلا كما أشهد. كانت عملية تخوف. دكتور تطرق نقطة مهمة. هي عملية العولمة. أو المفاهيم التي تشكلت بسبب العولمة. كان في تخوف في البداية في المجتمعات العربية والإسلامية. وحتى عالميا كان فيه تخوف كبير من العولمة نفسها. قبل العولمة بدأت فكرة قضية التلاقح. يقال أن التلاقح الثقافي قد يكون مدمد لثقافات معينة. ولكن المجتمعات التي تبنت فكرة أنه يجب أن نتواصل مع الآخر. الآخر ليس عدو بقدر ما هو الند. وهذه الندية يمكن أن تخلق نوع من الحراك المجتمعي. القادر على تأصيل بعض القيم. على تركيز بعض القيم. على إشعارنا بأن الآخرين أيضا في الجانب الآخر من الكرارضية. قادرون على الفعل ورد الفعل. لهذا في تصوري أصبحت المدارك موسعة. أصبحت حتى. لا يوجد عملية تمهية للهوية؟. شوفي قضية تمهية للهوية. لو خلناها من جانب طرح السياسي. في قضية العولة ما عولة. هناك كتل اقتصادية. وكتل سياسية. تحاول أن تفرض إطارها الثقافي على الآخرين. ولكن تبقى الحصانة الداخلية عندما يتحصن الإنسان المسلم. ويتحصن الإنسان العربي بمجموعة من القيم. ترتفي كلها. نحن الآن لنستورد السيارة الأمريكية أو نستورد السيارة اليابانية. ولكن لن نريد الثقافة اليابانية. حقيقة هذه قضية معادلة فيها صعوبة. عندما نستورد السيارة اليابانية. نحن نستورد معها. يجب أن نستورد معها ثقافة القيادة في اليابان. عندما نستورد السيارة الفرنسية. يجب أن نستورد معها ثقافة القيادة في باريس لهذا هذه مجموعة قيم تنتقل مع الماديات في المجتمع المادي نحن قبلنا بكل ما انتجه الغرب من الماديات ولكن لا نقبل بمجموعة القيم الأخرى لا أصبحت الآن المجتمعات أكثر تقبلا لقضية ثقافة الآخر ونتمي الاندماج معها في سبيل خدمة البشرية لأننا نتحدث في إطار إنساني أبعد ما هو طيق قبل بطريقة دكتور ممكن نتحدث عن خصوصية المجتمعات الهوية الخاصة بالمجتمع العادات نعم لم تعد الخصوصية حقيقة ذلك الهاجس الكبير عند الناس نحن نتعلم مثلا في الجامعات الغربية وممكن نعطي بعض الأمثلة مثلا من المملكة العربية السعودية ومن الكويت ومن الإمارات ومن الدول الخليجية الأخرى نحن نذهب لنتعلم مثلا في الجامعات الأمريكية لوحد يعيش خمس سنوات عندما يعود هو لا يعود بالشهادة الجامعية فقط ولكنه يعود بمجموعة من المجتمع من المجتمع نتعلم كثير من الأمور الأخرى ونقارنها نطبق ما يتماشى معنا ولا نطبق الآخر لكن لا نرفض الآخر بشكل مطلق حقيقة تم زرع وهم في المنطقة العربية ومنطقة الخليجية بأن نحن متفردون نحن متميزون نحن 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 ويعني تمت قولبة فكرة النحن أو ما أسميها نداما في طروحاتي بتورم الذات الذات العربية حقيقة والخليجية بالذات ذاته متورمة تعتقد أنها تمتلك كل الحقيقة الحقيقة عند الآخرين يعني ذلك القابع مثلا في أدغال أفريقي يمتلك حقيقة وذلك العالم في الجامعة الهندية يمتلك حقيقة ويمكن يساعد وذلك المبدع في الصين يمكن يساهم في خدمة البشرية لهذا النطاق الإنساني الأبعد أنا في تصوري هو الذي يمكن أن يكون جزء من هذه العملية التي تطرحها وسائل التواصل الاجتماعي ويصالنا بالآخر ويصالنا بثقافته يجب أن لا نغالق الانغلاق لن يصلنا إلى أي نكاية نعم نعم وضحت الفكرة الساد محمد الهنائي ما سلبيات الانفتاح الذي يحدث في عقلية الشباب الخليجي بسبب هذه الوسائل سلبيات الانفتاح تقريبا نقول إذا في إنجرار خلف الشائعات التي تورد المشاحنات والضغائن بين أبناء المجتمع الواحد التي تحدث شرخ ما بين أبناء الوطن الواحد التي تكون ما لها أي مبرر وأعتقد أن هذه السلبيات ونبغي تعقب على تعقيب الأخ المشاركة السابق التي تكلم عن كيف يمكن أن نتفادى هذه الدكتور علي نعم عن السلبيات طبعا نحن دائما نقول إذا أنت تبني منزل أو تبني عمارة يحتاج لك الوقت من الزمن بس إذا تهدم تهدمها في ثواني فأتوقع أننا نحن محتاجين إلى وقت طويل في عملية البناء وعملية المحافظة على هذا الثقافة العربية والثقافة الخليقية بالذات إذا نحن نحافظ عليها وخايفين عليها من الغزو الخارجي والتغير الفكري من الشباب يجب علينا أن لا نتأخر أيضا في القانب المؤسسات التعليمية يقبل لا تتأخر وأن تكون منهج القنوات التواصل الاجتماعي موجودة كمنهج أساسي في المدارس وتدرس وتنمى الثقافة مع الطفل من صغره في المدارس لأن هذه الآن نتكلم عن قنوات التواصل متاحة للجميع متاحة للأطفال متاحة للكبار متاحة لجميع الشرائح المجتمع فإذا لم نتحرك أيضا من قانب كحكومات في توعية الاستخدام لهذه القنوات التواصل الاجتماعي ممكن أننا نكون كشباب أو كمجتمع سهل لتلقيه الثقافات المختلفة وغير محصن فلذلك هي الحصانة الآن لازم تكون مشتركين فيها من المثقفين الموجودين على قنوات التواصل الاجتماعي أو المؤثرين الموجودين في قنوات التواصل الاجتماعي أيضا من قانب أكاديمي وقانب لهو تعليمي فأعتقد أننا بحاجة إلى هذه اللمة السريعة والتحرك قبل فوات الأوان نعم سيدي سيد غسان الشهابي كيف يمكن استثمار إيجابيات هذا الانفتاح في تطوير الوعي والارتفاع بالمستوى الثقافي للشباب وإيضا لديه سؤال هل وسائل التواصل الاجتماعي لفترة ما قبل الربيع العربي كان عملية احتكاك المواطن العربي بشكل عام وليس الخليجي بوسائل التواصل الاجتماعي كانت محدودة بعد الربيع العربي تغير الموضوع إذا كان فيه إيجابيات فعلا ما هي الإيجابيات وهل فعلا وسائل التواصل قادرة على زرع الثقافة هو طبعا لأنها واحدة من القنوات المهمة جدا في نقل وتناقل المعارف وكما تفضلت أنا قمت بدراسة على البحرين في أيام التي سبقت الحراك الذي حدث في 14 فبراير في البحرين والأيام القليلة التي أعقبته هناك قفزة كبيرة جدا خصوصا في التويتر أكثر من الفيسبوك قفزة كبيرة جدا في التسجيل كأعضاء في هذه الوسائل والتغريدات هناك شيء غريب جدا وكبير جدا ويمكن أن يلاحظ ولا يمكن أن يخطأ في هذا الموضوع وبعد ذلك وبعد شهور أو سنوات هدأ الوضع ولكن بقي الاشتراك مرتفعا وبقيت التغريدات أكثر مما كانت عليه في السابق تعقلنت نوعا ما هدأ الناس ابتعدوا عن مصدر القلق ومصدر الصدام والاحتكاك وبدأوا يتبادلون بعض الأفكار ويعذرون بعضهم بعضا أحيانا ولكن أيضا هناك من كان يتصيد على الآخرين بأن يعمل سكرينشوت لما قلته قبل عشر سنوات أو قبل ست سنوات الآن أذكرك به أن تقول كذا وكذا هذه طبعا هناك استخدامات مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي لا شك في ذلك ولكن هناك كما تفضلت منفذ أو قنوات أيضا للتبادل الثقافي في هذا الموضوع لا ننكر أن الكثير من اليوم الأجهزة الحكومية الجامعات الكتب إلى آخره تستخدم هذه أيضا وسائل التواصل الاجتماعي في تمرير أفكارها في تمرير ما تريد أن تقول الرسائل المناهج أمور كثيرة أصبحت تستخدم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أنا كنت في هولندا في 2011 في جامعة هناك في هولندا كانوا في بحث شديد جدا أو عميق جدا في كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وكان في ذلك الوقت الفيسبوك والأكثر والتويتر بعد ذلك في التدريس في الجامعة وليس فقط في إنشاء مجموعات وتبادل الأفكار وتبادل الأستاذ مع طلباته لا التدريس عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فالموضوع أبعد من مجرد التواصل بين أشخاص وأشخاص أو إرسال رسائل متبادلة أو حتى هجوم متبادلة على البعض الآخر وكما قال الأستاذ الهنائي يعني للأسف استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المحطات أو بعض المفاصل الخليجية في الهجوم الشخصي بين الناس على الناس وهذا شيء سيء جدا وللأسف هذا لا يوحى نعم ساغد أسر هن كنا نعلم للهجوم الشخصي ولكن ربما كان أسوأ ما تعرضت تعرض له المجتمع الخليجي عبر وسائل التواصل عملية التجنيد للتنظيمات الإرهابية المتطرفة كداعش وغيرها هذا جزء مهم جدا من هذا الموضوع وترويج أفكار متطرفة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي وكما قال الدكتور الشعيبي هي مساحة مفتوحة الكل يستطيع أن يدلي برأيه وهذه الخطورة يعني عندما كنت أتلصص على المحادثة بينك وبين الدكتور أن هناك ما يدرس طبعا حتى في جامعة البحرين يدرس وسائل التواصل الاجتماعي والنيو ميديا وإلى آخره هذه طرق أو محاولات لعقلنة وتأطير التواصل الاجتماعي وجعلها أكثر فاعلية ولكن الناس بشكل عام لا يمكن أن السيطرة عليهم أو إجبارهم على أن يكونوا على صعيد واحد ويتلقوا يعني معلومات بشكل واحد أو بشكل لنقول عقلاني فهناك انفلاتات كثيرة وتطرفات كثيرة أيضا وأوضاع مختلفة في الدول العربية تساعد على أن ينتمي الشخص إلى التطرف سواء اليمين أو الشمال لأن الوقوع في الوسط يجعله عرضة للضرب من جميع الجهاد فيجب عليه أن يستنظره أما إلى قبيلة أو نظام أو تنظيم أو ما أشبه لكي يشعر بكينونته ويشعر أنه يستطيع أن يقول شيئا ما في هذا الخضن نعم دكتور علي شعيبي ما أبرز مظاهر التغيير التي حدثت للشباب الخليجي جراء التواجد المستمر في وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإجابة دعيني أوجه الشكر للأستاذ الشهابي على مجموعة النقاط التي أثارها وربما أثارتني للتعقيب عليها قليلا حقيقة نحن أمام هذه المساحة الواسعة من القدرة على الحركة وطبعا أعجبني مصطلح العقلنا هذه العقلنا في تصوري بحاجة إلى أكثر من مسار المسار الأول يتعلق بقضية التنشئة الاجتماعية وبهي أقصد قضية البناء منذ نعومة الأغافر من الروضة نحن الآن نشوف أن أطفالنا الصغار في الروضة كل واحد في دي آيباد ويمكن أن يتواصل مع العالم ولكن كيف أنه عقل هذه المعلومة ومن ثم نستثمرها لصالح خدمة تأصيل مجموعة من القيم والعادات والتقاليد وأرجو طبعا صادقا ومن خلال هذه الشاشة نقول قضية الدقة على موضوع العادات والتقاليد وما لذلك حقيقة يترى أوقات مش مسألة عادات والتقاليد على سبيل المثال ما كان مثلا مستهجن في المجتمعات الخليجية أصبح الآن علني هناك صفحات مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث مثلا عن الإلحاد وينضم لها جميع الملحدين مثلا في الخليج ولهانا فالسقف عالي السقف عالي وقالية التقنين أصبحت عملية كما قلت في السياق صعبة ولكن الآن كيفية استثمار هذه الوسيلة لخدمة الإنسان الخليجي ولخدمة الإنسان العربي الإنسان الشهابي طبعا أشار بطرف خفي إلى قضية إعادة هيكلة المجتمعات في المنطقة نحن بحاجة إلى سقف كبير للحرية بحاجة إلى سقف كبير للمشاركة ومن ثم عقلنة الخطاب الإعلامي الموجه من خلال مجموعة الفضائيات والإداعات والصحف وما ذلك نحن بحاجة إلى جانب الآنية التي تكلمنا عنها نحن بحاجة في الخطاب الإعلامي إلى المصداقية يجب أن نشعر عندما أتابع تلفزون البحرين ونظر أن أكون ضيفا على تلفزون البحرين قبل كم يوم أن أسمع خبرا حقيقيا عندما أتابع خبر مثلا في تلفزون أبوظبي أنا محتاج أن أسمع خبر صحيح حتى لا ألجأ بحثا عن هذا الخبر في أماكن أخرى والكل يذكر منذ الأربع عينات من النقر الماضي وإلى الآن عندما يحدث حدث الناس بسرعة تدور على المذياء تدور على البي بي سي باعتبار أن البي بي سي حققت مصداقية أنا طبعا ألاشت كل المسؤولين الإعلاميين في الوطن العربي إلى قضية أن تتبنى فكرة المصداقية وأن يكون الإعلام صادقا أنا طبعا لا أتكلم عن المصداقية بشكل مطلق ولكن لا تجعلني ألجأ إلى الفيسبوك أو ألجأ للتويتر وألجأ للإشاعة ومن ثم أقع في حبائل صعبة جدا لا يمكن فكاك منها طرقت إلى نقطة مهمة جدا قضية الحركات لنقل الجماعات المتطرفة حقيقة في دراسات تشير إلى أن الجماعات المتطرفة سواء كانت الدينية أو السياسية أو الاقتصادية وجدت فضاء خصب في موقع العملية التجنيد محترفة في قضية الخطاب الإعلامي الموجه لعقول الشباب وهناك عمليات برمجة وإعادة برمجة فيما يعرف بغسيل الدماغ استطاعت هذه الجماعات أن توجه من خلالها خطاب حتى انتحار للشباب للإيمان بأفكارها لهذا يجب على وزارات الإعلام على وزارات التربية على الحكومات قاطبة أن تعي أن هناك دورا كبيرا جدا يجب أن تلعبه في سبيل عقلنة واستعيير طبعا يسمحني أستاذ شعب في قضية استعارة المصطلح عقلنة الخطاب الإعلامي العربي لا نريد الآن حظرا على العقل العربي العقل العربي أصبح الآن قادر كما قلت الوصول إلى الصين واليابان والبرادين بلا قيود لهذا يجب عدم كبت العقل العربي وأنا أعتقد أن العقل العربي قادر على استعاب كل هذه المتغيرات بالنسبة للشباب وكما طرقتي في السياق الشباب العربي فيما سمي بالربيع العربي استطاع أن يجبع مظاهرة واحدة برسالة تويتر يعني عشرات الألاف لنقول مئات الألاف استطاعوا أن يخرجوا في مظاهرة نتيجة لنداء بسيط من أربع كلمات في فيسبوك لهذا أنا أتصور بمهام الحكومات ومهام وزارات الإعلام في قضية التخطيط أنا غير مختلف قضية نبني ستيديو فقف جداً بعشرين مليون دولار لكن أنا مهتم بأن تكون مقدمة البرنامج ومعدل البرنامج مؤهل كفو قادر على قراءة نمط الشارع ومن ثم تقديم رسالة إعلامية واضحة للمتلقي وضحت الفكرة فاصل قصير ونعود إليكم أضنا بعد الفاصل أستاذ غسان الشهابي ما أبرز إنعكاسات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على حرية الرأي والتعبير والنقد؟ أعتقد أن الحرية أصبحت كبيرة جداً وواسعة جداً ومتقدة أيضاً كما يتفق المشاركون في هذه الحلقة أن هناك مجال للنقد والنقد الحقيقي القائم على وقائع وعلى معلومات وعلى معطيات معينة وهناك التجريح والأمور المعتمدة فقط على البلاغات الكلامية وهذا الأمر وإن كان يغري البعض بأن يذهب إليه لأنه في مجال البراعة اللفظية والهجوم الكاسح على الأطراف الأخرى ولكن يبقى النقد الذي يبقى في الأرض وينفع الناس هو النقد الحقيقي لظواهر معينة ولأمور معينة تحدث سواء كان في المجتمع أو في الحكومة أو في الاقتصاد أو حتى في الرياضة أو في الغناء وفي كل المجالات المطروحة فالجانب هنا اتسع كثيراً وكما قال الأستاذ الهناء أعتقد في مداخلته أنه رأينا مبدعين كثر في هذه الفترة نتيجة للتواصل الاجتماعي أيضاً رأينا نقاداً كثر لم يكن الوضع ليسمح لهم في الإعلام التقليدي والإعلام التي اعتدنا عليه سواء إذاعة أو تلفزيون أو صحافة أن يظهروا لأن المساحات محدودة في النهاية الوقت محدود الصحيفة محدودة التلفزيون محدودة الإذاعة محدودة ولكن هنا الانفتاح كان كبيراً وأصبح يستوعب الجميع فخرجت علينا أسماء من النقاد ومن الذين يتحدثون عن حريات التعبير وبطريقة محترم أيضاً جداً وعقلانية وهادفة وبناءة أصبحوا أيضاً كثر في هذا الموضوع بغض النظر عن الذين كما قلت أخذوا الموضوع إلى طريقة الصراخ والزعيق والمحاولة فقط لفت الأنظار أنني هنا وأنني شجاع وأقول ما أريد هذا الموضوع طبعاً ربما تعرض هؤلاء الأشخاص للعسف ربما من بعض الحكومات ولكن والبعض يريد أن هكذا يفعل لكي يلفت النظر حقيقة وهذا شيء أيضاً يعني يلاحظ نحن تحدثنا الآن عن حرية الرأي والتعبير وحق النقد في وسائل التواصل الاجتماعي بصدق في فترة ما يسمى بالربيع العربي هل أسيئة استخدام هذا الحق؟ نعم نعم أسيئة ولكن أقول أيضاً أن الأطراف كلها موجودة موجودة الذين أساءوا إلى هذا الحق والذين يعني تعدوا على حريات الآخرين وأصبحت عملية يعني كما ربما أسميها نوع من التقاذف أو نوع من السباب حتى وصلت بين أطراف مختلفة التي توافق ولا توافق على ما يحدث في المجتمعات ولكن أيضاً هناك أشخاص بدوا وإن كانوا بنوع من الخجل ولكن كانوا موجودون أيضاً الذين ينقدون ويتحدثون بعقلانية يقول هذا له وهذا عليه ويجب أن يفعل كذا والحكومات لها وعليها والأطراف المعارضة لها وعليها وأن اختلفنا على تسمية الربيع أو ما يسمى بالربيع العربي لنقول عنه ما نقول ولكن هو جانب مفصلي مررنا به وربما نتعجب كيف مررنا به وكيف استطعنا أن نخرج منه سليمين حقيقة عقلياً وجسدياً ربما أحياناً لأن الذي حدث كان كبير جداً على المنطقة وأعتقد أنه بدأت تتعقل الأمور أكثر من ذي قبل وأصبح المغردون الخارجون عن هذا الموضوع خارج الإطار وحتى أننا اليوم نسمي ظاهرة الذباب الإلكتروني يعني الذين يهجمون على قضية ويهجمون على شيء وأصبحوا مكشوفون يعني عندما يراهم الشخص يقول هذا الذباب إلكتروني يعني ويبتعد عن فهم ما أصبحوا يؤثرون كثيراً لأنهم لأنهم كذباب يستقذرون حقيقة بالأفعال التي يقومون بها نعم أستاذ الكريم دكتور علي نفس السؤال ما أبرز إنعكاسات السخدام وسائل التواصل الاجتماعي على حرية النقد والرأي والتعبير طبعاً الأستاذ غسان قد أفاض في هذا الجانب ولكني نوضيف بعض النقاط أولاً في اعتقادي كمراقب لهذا الحدث الذي صار منذ أن بدأت هذه المنصات ويتحرك فيها كل من أراد أن يغرد طبعاً ارتفاع سقف الحرية أصبح مهم جداً فترة الربيل العربيل اتفع بدون ضوابط لأن المجتمعات مرت بخضب المتوقع لنعزل هذه الفترة من تاريخنا لأنه كما قال الأستاذ غسان هي طبعاً حتى الدراسات القائمة على هذه الفترة لا زالت لم تتمخب عن نتائج معينة أنا أقول أن مساحة الحرية بدأت تكبر ومن ثم أصبح المغردون أكثر قدرة على صياغة خطاب إعلامي يمكن أن نوصل آخرين دكتور أنت تكلمت الآن بأنها تقريباً خضى وأصبح المغردون قادرين ولكن هناك ملاحظة بسيطة فترة ما يسمى بالربيل العربي لم يكن هناك قوانين ضابطة في الدول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن هناك قوانين خاصة بوسائل التواصل أيضاً بحل الإمارات الإمارات أعتقد بأنها أصدرت القوانين قبل ما يسمى بالربيل العربي نعم نحن طبعاً كنا سباقين في قضية موضوع القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية وقضية حتى الوصول إلى آخرين ولكن هذه العقلنا أنا في تصوري كان ضبطها القانون أم ضبطت هي ضبطها القانون من جانب بدون شك أيضاً من أمن العقوبة أساء الأدب ولكن التجربة أفرزت وهنا نتكلم عن موضوع الفرز أفرزت عقلانية في الخطاب ومن ثم توجيه الخراب بشكل مختلف يعني وأصبح المتلقي وهذا جانب مهم جداً قادراً على الفرز بين الغتل والثمين قادراً على ابتعاد عن بعض المهرجين سواء كان في الجانب السلبي أو في الجانب الإيجابي وأصبح قادراً على أن يتابع من ولا يتابع من على الرغم من ظهور بعض المهرجين على المنصات ولكن المواطن الخليجي الشعب الخليجي المتلقي الخليجي أصبح قادراً على عملية الفرز ومن ثم اللجوء إلى المعلومة بشكله الصحيح هذه صورة واحدة من أهم الإيجابيات بعض الدول الخليجية ستكلم عن الخليج نجد مثلاً كل دولة لمغرديها سمات خاصة بمعنى مثلاً أحد الدول الخليجية مثلاً ارتفاع الصقف الديمقراطية مغرديها دائماً في عملية خلافات مستمرة هنا الخلل في ماذا؟ الخلل في عدم موجود قوانين الخلل في طبيعة المجتمع نفساً أن الخطاب بينهم يكون بهذه الطريقة هو الخلل الأساس في قضية الممارسة الممارسة الديمقراطية بعض الدول الخليجية لديها تاريخ جميل جداً في الممارسة الديمقراطية والمشاركة الديمقراطية بعض دول أخرى لنقول دخلت هذا المرار بخجل بعض الأخرى تحاول أن تخرج من هذه القصة عن موضوع المشاركة كلما استطعنا أن نشرك أبلاء المجتمع في قضية المشاركة السياسية والمشاركة الاجتماعية وتقديم الرأي أصبحت القدرة على صياغة خطاب معقلاً وفقاً لتعبير الشابة يعني أستاذ غسانة استعيرة منه هذه العقلانية حقيقة سوف تقلم الطرفين سواء كانت السلطة السياسية السلطة الدينية السلطة الاجتماعية ومن ثم المغارضة للإنسان العادي نعم سيد استاذ محمد الهنائي هل هناك ما يعوق نمو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمعات الخليجية أنا لا أتوقع أن شيء يعوقهم ما شاء الله كبار السن بطلاحظيهم الآن كلهم دخلوا على قنوات التواصل الاجتماعي لدرجة أن معنا كبار السن أنهم الشيبان صار الآن يطلب من أولادي يقول افتح لي على الأقل يكون موجود على الواتس أب عشان تتابع الأخبار فأعتقد أن النمو مستمر وما زالت الهقمة هذه على قنوات التواصل الاجتماعي مستمرة وأعجبني كلام بالدكتور كثير اللي يقول عن موضوع السقف الحرية في موجود في قنوات في دول المجلسة التعاون أعتقد أننا نحن نتكلم كوني من سلطنة عمان الحمد لله رب العالمين أعتقد أننا سقف الحرية يعني راه مناسب لنا قدا يعني وسقف مرتفع بحيث إذا الشخص اللي يتعدى اللي هي حدود الأخلاق أو حدود يعني من يوصل من حريتها إلى حرية الآخرين هنا تتحرك فيها القوانين اللي ممكن يتحرك ضدها الشخاص الآخرين أما الحمد لله رب العالمين في التنوع الموجود بين المغاردين في بعضهم يتكلم عن السياسة والبعض الآخر يتكلم عن الاقتصاد البعض الآخر يتكلم عن يعني الفعاليات اللي تحدث في الوطن ونفس الشي نتكلم عن الشباب اللي انخلطوا في المبادرات التنوع هذا وتشكل هذا في المجتمع ويعني وعقب عليهم أيضا في عملية يعني تغيير الفكر في الشباب الوطن العربي بشكل عام وفي مجرس التعاون بشكل خاص يعني ما نتكلم عنه ما قبل سنتين أو ثلاث سنوات لا نقده الآن الآن أصبح الشباب في نضق يعني أصبح الشباب في تناول المواضيع بمنطق أصبح الشباب بتناول المواضيع بشيء من الدراسة بشيء من المفاهيم العالية لم نصبح يعني ما شاهدناه في السنوات الماضية الآن أصبح شيء يعني الناس تغذ النظر عنه بدون ما تدخل في قدال أصلا معه ولكن بعض يعني المؤمل أو المحتاجين كثير الآن الدخول هذا القادم إلى قنوات التواصل الاجتماعي من الشخصيات الجديدة يجب أن يقابله توعية كبيرة من المغردين السابقين أو من القهات الحكومية أيضا لأن الآن بعض الدول انتهقتنا هي الحرب الإعلامية خاصة الهجوم بالذباب الإلكتروني حاول تشويه يعني بعض الأمور أو تشويش على بعض الأمور الأخرى أو تغطية تمرر يعني أقندة معينة على حساب الأقندة أخرى فهذا الوعي اللي في المجتمع وصل لها المجتمع الخليقي أصبح يعني ما تمر عليه هذه الأمور مرور الكرام مثل ما كانت في السابق وهذه الأشياء طبعا ما تكون يعني في يوم وليلة مثل ما أسلفنا سابقا نعتقد أن هي الأيام كفيرة بالتغير هذا مع استبرارية ضبطه في المدارس وتعليم لهم الدور في المجتمع بعمل العمريات التوعوية والتثقيفية في المجتمع نعم أستاذ غسان الشهابي أين مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق توازن بين سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي يعني مؤسسات المجتمع المدني هي جزء من هذا الموضوع وهي تحاول أن تصل إلى جمهورها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي يعني لنقل النقابات الشركات الأندية المؤسسات الأخرى كلها تحاول أيضا أن تكون جزءا من الحراك في هذا الموضوع وتحاول لا نقول أنت عقلا ولكن أن تصدر ما يمكن أن يعبر عنها بشكل قوي وبشكل عادل في هذا الموضوع ولها دور ولها جزء في العملية هذه ولكن عندما نعيد تصنيف القوة لا نجد اليوم أن المؤسسات هذه بذات القوة التي كانت عليها قبل سنوات اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أو لنقل الانترنت أو لنقل الفضاء الإلكتروني أخذ موقع السلطة التي كانت تتحلى أو تتحلى بها أو تتمسك بها المؤسسات المؤسسة المجتمع المدني التي اليوم أصبحت متراجعة أكثر لأنها تم تخطيها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عندما تخطتها عملية التراسل والتواصل من فوق الحدود التي كانت هي تضعها سواء كانت أندية أو مجتمع أو جمعيات سياسية أو جمعيات اجتماعية فنية إلى آخره أصبحت اليوم العملية متخطى وأصبحت هذه كالعلام التقليدي الذي يعني أقول بأسف أحيانا ينازع كثيرا لكي يبقى على قيد الحياة فالمؤسسة المجتمع المدني ما عادت بهذه القوة التي كانت عليها منذ على الأقل 15 إلى 20 سنة سابقا وقبل ذلك وأريد أن أقول أيضا أو أستطرد على كلام الأستاذ الهنائي أن الشباب اليوم يعني ربما يعني يخذون طبعا في موضوع الحرية التعبير أو ما أشبه ولكن هم التفتوا إلى شيء آخر وهو شيء مهم جدا هو استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لإنتاج يعني بيزنس أو أعمال لهم كمنصة تسويق أو ترويج معين أو يعني استثمار هذه الوسائل لكي يعبر وليس يعبر عن ذاتهم وإنما لكي يكون لهم مدخول من خلالها بأن يعني هناك منصات إخبارية أصبحت يعني فردية في البحرين على سبيل المثال هناك منصات إخبارية وهناك أشخاص يقومون بترويج الشركات والجهات الأخرى من خلال التواصل الاجتماعي فأصبح ليس فقط للأخذ والرد والسباب هما أشبأوا حتى حرية الرأي ولكن أصبح جانبا تجاريا وجانبا معيشيا أيضا نعم دكتور علي شعيبي في نصف دقيقة ما دور الدولة في تقييم الانفتاح الواسع بسبب موجة الاختراق الثقافي وتأثيرها على سلوكيات الشباب وتغيير المجتمعات أنا دائما ما أقول لنبتعد عن الدور الأبوي البطريار في قضية تحجيم الفكرة لهذا ضمن المعطل في منطقة الخليج هناك نوع المفتاح نحن أمام جيل واعي بدأ يتشكل أمام منصة منفتحة العالم يكمله لندعها تسير لندع القافلة تسير ومن ثم أنا في تصوري أن النتائج سوف تكون إيجابية لأن حتى الخطاب الإعلامي فيما يتعلق بالمحتوى يعني الراصد يدرك أن هناك تغيرا حقيقيا في محتوى الخطاب الإعلامي المقدم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى الرسائل التي يقوم بها الشباب أصوحة مختلفة وكما قال الأستاذ شهاب هناك نوع منتوجه لقضية عقلا هذا الخطاب ومن ثم لنضع يدا بيد قضية التوجيه ونقول أننا أمام جيل متغير جيل واعي جيل قادر على العطاء بشكل مختلف وهذه الوسيلة سوف تطور وما نعرف وأشكر الأعلامي البحريني غسان شهابي وأشكر المهندس والناشط العماني على قنوات التواصل الاجتماعي محمد بن تميم الهنائي كنت معنا عبر ستلايت من مسقط والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة نلقاكم الأسبوع المقبل على خير